اشتركوا في القناة اتكلمنا مبارح مع الحاجة محمود الشامي وقالنا ان فيه ارتباطات كتير في الفترة القادمة الاهلي والزمالك هيلعبوا في الكونفيدرالية منتخب العسكري ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل حلقة مع اللوة عبدالجابر ان شاء الله على المنتخب العسكري عشان نشوف استعداداتهم لبطولة العالم بطولة العالم العسكرية هتخلص يوم 12-10 يوم 13-10 فيه ارتباط للمنتخب فالجدول جل مزدحم فالمعادل المناسب لبدء الدوري المصري يوم 17 اكتوبر طبعا احنا مع اتحاد الكورة ولجنة المسابقات مفيش مشكلة لكن زي ما قلنا مبارح عايزين بقى تنظيم من دلوقتي قدامنا هو شهر و 22 او 23 يوم يعني اقول شهرين الا اسبوع على بداية مسابقة بطولة الدوري المصري لموسم 2015-2016 عايزين تنظيم في لجنة المسابقات السنة الفاتل حاج عامر حسين احنا قلنا واشدنا بالراجل ويعني الحمد لله اللي هو قدر يخلص الدوري السنة دي عايزين بقى جداول من الاول محطوطة الملاعب لازم الاندية من دلوقتي مع وزارة الداخلية مع اتحاد الكورة ينصقوا موضوع الملاعب الاهلي والزمالك هلعبوا فين من دلوقتي من دلوقتي الاهلي والزمالك هلعبوا فين ليه ما يلعبوش في استاد القاهرة الانبي طبعا عارفين ملعبه الاتحاد السكندري هلعب في اسكندريا مبارح كابتن باسيوني كان معنا ضيف عبد الحميد باسيوني قال لي خلاص استاد الماكس جاهز حرص الحدود هلعب في الاستاد بتاعه في استاد الماكس الاتحاد السكندري واسموحها على استاد اسكندرية المقولين العرب في ملعبه نادي إمبي في ملعبه في بيترو سبورت عايزين نحل مشكلة المحلة ان كان زي ما قلتلكم من فترة مدرية أمن الغربية كانت رفض استضافة مطشط المحلة على استاد غزة المحلة فلازم نحل الموضوع ده المحلة اللازم يلعب على ملعبه استاد غزة المحلة ده يعني تراص استاد غزة المحلة ده حاجة جميلة جدا والواحد مبسوط ان المحلة بيرجعه تايل الدول المصري أسوان يلعب على أستاذ أسوان الأستاذ اللي قاعد يصرف عليه أو يصرف عليه الحكومة عشان يتطور وكده فلازم أسوان تلعب على الأستاذ يعني حاجات كتير جدا المقصة بيلعب في الفيوم المصري هيلعب فين السنة دي برضو نقطة المصري دي نقطة مهمة جدا هل هيلعب في اسماعيلية برضو ولا ممكن يلعب في برسعيد ومطش الأهل يلعبوا برسعيد يعني هنشوف قصص كتير جدا عايزة تثبيت من دلوقتي ناحية تسويقية للمسابقة ناحية البس الفضائي هنعمل برضو زي السنة اللي فاتت ناس تزيع 7 أو ناس تزيع 13 والفيلم اللي كان بايز ولا كله هياخد ولا فيها قنوات معينة هتاخد أو هيبقى فيها تفضيل على القناة الأخرى يعني حاجات مهمة جدا لازم تتزبط من دلوقتي من خلال اتحاد الكورة خصوصا وحطوا تحت الكلام اللي أنا هقوله ده عشر خطوط إن السنة الجاية في انتخابات اتحاد كورة فلازم الدنيا تبقى متزبطة من دلوقتي عشان السنة الجاية هتلاقي ناس من أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد الكورة مركزة في الانتخابات أكتر فلازم الدنيا تبقى مزبوطة من بداية المسابقة الناس مزبطة كل حاجة فيه توافق عايزين نعلة بقيمة الدور المصري يعني الدور المصري دلوقتي هنقول مثلا ب150 مليون اللي عايز يشتري الدور ب150 مليون ولا ب200 مليون حسب زي ما بريزنتيشن كانت صار في السنة اللي فاتت هل الدور المصري دلوقتي يستحق 200 مليون ولا 180 مليون ولا لما يبقى مصابقة قوية وفيها جماهير ومنتظمة يتدفع المبلغ ده يعني حاجات كتير جدا عشان يعني انا تحس لانت ماشي كده بالهلهلي في مصر أو في الرياضة أو في كورة القدم الدنيا مش متزبطة عايزين نزبط القصص دي من دلوقتي أنا كل مرة بنقول يا جماعة نزبط نخطط نجيب إدارات محترفة تدير لجان اتحاد الكورة لجنة شؤون اللعبين الحاجة حمود الشامي قال لي يا عم انا مبارح قال لي انا خلاص على واحد عشرة ولا مش عارف ايه هنجيب لجنة محترفة تدير شؤون اللعبين هو لازم كده لازم مش اتحاد الكورة هو اللي يمسك اللجان وأعضاء مجلس الإدارة اللي تمسك لا لازم كل لجنة يبقى فيه ناس محترفة بدير النسانة الجاية اللي هي 2016 الدوري بقى مش اللي جاي ده اللي بعديه هيبقى خلاص أندية محترفة ودوري محترفين الأندية لازم تتحول إلى دوري أو إلى أندية محترفة وشركات والكلام ده فلازم يكون عندنا الاحتراف بقى يخشرنا شوي احنا عمليين نقول احنا محترفين لا احنا مش محترفين ولا الأندية محترفة ولا تحاد الكورة محترف ولا بندير المسابقة بتاعتنا باحترافية لازم كل واحد لازم أنا أجيبه واحد كده أو لجنة رئيس لجنة يجيب الاسطاف بتاعه أو التيم بتاعه ياخدوا فلوس عشان يديروا لجنة شؤون اللي عابين إيس بقى على اللجانة الأخرى إيس على اللجانة الأخرى وأعضاء مجلس دارة بتحط السياسة العامة وبتدير من فوقه وبترائب وبترائب السلطة التنفيذية يعني نتمنى التوفيق إن شاء الله وإحنا بنقول كده خطوط عريضة عشان الحاجات اللي أنا بقولها دي مش تقطيعا في اتحاد الكورة ولا الكلام ولا هجوم على الفاضي والمليان لا المشكلة اللي إحنا الحاجات دي لما سنعها بأيدينا السنين اللي فاتت مشكلة الملاعب والمصر هيلعب فين والأهلي والزمالك هيلعبه فين والأمن والكلام ده كله ما نزبط شركات الأمن من دلوقتي ويكون كل نادي ليه أمن تونس فيه تجربة حلوة أو في تونس وإسلام صادق كان لسه في تونس وتابع المتشاط هناك هناك في تونس عاملين حاجة كويس إن جماهير النادي صاحب الملعب هو بس اللي بيحضر وبنسبة مثلا عشر عشرين ألف يعني مثلا الأهلي بيلعب مع المحلة في استادة القاهرة الجماهير اللي تحضر جماهير الأهلي بس جماهير المحلة ما تحضرش أو الأهلي بيلعب مع المحلة في المحلة فجماهير المحلة هي اللي تحضر مش جماهير الأهلي تجربة ما ندرس ونشوف الدول اللي حوالينا عملت إيه إحنا طبعا في مصر بعدناش جماهير وعندنا مشاكل في موضوع الجماهير إن الجماهير نفسها مش ملتزمة عكس الدول الأخرى أو فيه ناس مش عايزة أقول الجمهير كلها جمهير ملتزمة لكن فيه ناس بتخش عشان تبوز المطشاط ويبقى لها أغراض أخرى غير الكرة والرياضة عايزة تبوز في البلد وعايزة مدخلة الناحية السياسية فلازم ندرس ولازم نشوف ولازم نشوف التجارب اللي حوالينا ومش عيب اللي احنا نتعلم من دول اللي احنا كنا سابقنها بقى هم دلوقتي سابقننا ومش عيب اللي احنا نجيب ناس تشتغل بفلوس بس يكونوا محترفين يعرفوا يديروا ازاي وأطلع على نفسي بره الشبهات خالص أطلع على نفسي بره الشبهات زي ما عملت مثال بالموضوع بتاع حج محمود الشامي لما مسك لجنة شؤول اللاعبين ما كان الأستاذ أحمد مجاهد أي قرار حيتاخد يقولك ده أهلاوي ده زمال كاوي ده صاحب مرتضى منصور ده صاحب محمود طهر ده مش عارف ايه طب يا عم بخرج نفسك هو مبارح قال لي خلاص أنا من واحد عشرة هنجيب لجنة محترفة تاخد فلوس تدير لجنة شؤول اللاعبين هو ده المزبوط هو ده الصح ناس تبقى فاهمة شغلتها ويبقى هو عدو مجلس إدارة ده حاجات مهمة جدا التنظيم احنا ينقصنا التنظيم والإخلاص في الشغل والإمكانيات اللي أنا عندي عشان يكون أنا لائق اللي أنا أدير المكان ده لازم يكون عندي إمكانيات تؤهلني اللي أنا أدير مكان في اتحاد الكورة أو لجنة شؤول اللاعبين أو لجنة مش عارف حكام أو لجنة مسابقات أو كذا أو كذا أو كذا بس ده اللي أنا حابة بقوله التنظيم التنظيم والإخلاص في الشغل يعني بحس كده ساعات اللي الناس حايز تتكوش على كل حاجة حتى لو هي ما عنداش مؤهلات دير أو تمشي شغل أو تفهم في حاجات معينة الموضوع مش سهل خلي بالكو ده كورة المصرية دي حاجة مهمة جدا والتحاد الكورة ده هو الاتحاد الأم بتاع كورة المصرية يعني هو ده اللي مفروض الأمدية المصرية بتتبع لي اللي بينظم المسابقات اللي إيه اللي إيه اللي حاجات كتير جدا اللي بيدير المنتخبات الوطنية اللي بقالنا فترة يعني بعيد جدا عن أي إنجازات أو حتى الوصول للبطولات سواء على المنتخبات الكبيرة أو المنتخبات الصغيرة يعني مشاكل كبيرة جدا وخلي بالكو عايز أقول حاجة في تعتيم إعلامي أنا بقوله هو تعتيم بشوف الزملاء الإعلاميين ما بيتكلموش على حاجة خالص مشاكل في اتحاد الكورة ولا على المساوئ ولا السلبيات لكن الناس مش شايف يعني الاتحاد اللي موجود دلوقتي ما احترامي للجميع فيه ما عملش إنجاز واحد على مستوى المنتخبات ما عملش إنجاز واحد والمنتخب خرج من كل بطولات أفراقيا وتصفيات كاس عالم ومنتخبات الناشئين وتلاقي ما فيش حد بيتكلم ولا بيفتح بقو ولا يقولك الاتحاد وحش ولا مش عارف ليه إن الاتحاد الكورة مسيطر على الإعلام من خلال بقى مصالح من خلال مش عارف كذا من خلال كذا من خلال كذا يعني لو الاتحاد ده يعني والمشاكل اللي إحنا فيها وعدم يعني إحنا كنا أبطال أفراقيا يعني بلاش أتكلم في تفاصيل إن فيه تفاصيل كتيرة بس إيه لما نعوز نقولها هنقولها في وقت معين لو عوزنا وحاتزعها لناس كتير لكن إحنا يعني لو ترجعوا تفتكروا كده أو ترجعوا بالزاكيرة شوية وراء لما كان منتخب مصر بيكسب بطولات وبيعمل ومش عارف إيه وأيام كابتن محمود الجهري وبنوصل كاس عالم وأيام كابتن حسن شحاته وبناخد بطولة أفراقيا ومش عارف إيه كان الاتحاد بيتهاجم ويتبعدل رغم الإنجازات شوف بقى إحنا دلوقتي ولا بنوصل أفراقيا ولا بنوصل كاس عالم دي على مستوى الكبر والصغيرين والاتحاد ولا أكن ولا في حاجة خالص والناس ولا فرقة معاه ليه؟ إن فيه تعتيم إعلامي محدش بيتكلم في المشاكل والأخطاء ليه؟ إن فيه مصالح انتخابية انتخابات اللي جاية فيه ناس دخلة في الانتخابات إعلاميين ومش عارف إيه ومحدش بيتكلم خالص ولا التحاد الكرة وحش ولا ما بنوصلش إليه واصل المدرب ده يتعين ليه؟ أصليحنا مش عارف ولا حد بيتكلم خالص 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 أكن الدنيا عندنا وردية وإحنا بنوصل كاس عالم وبنوصل أفراقيا وبناخدها وكننا فيش مشكلة وليه مش فارق وقدام فيه تعتيم فما فيش حد بيحاسب وما فيش رقابة فأعضاء مجلس دارة التحاد الكرة ما حدش فارق معهم يعني بيخبط دماغك في الحقيقة أو ما بنوصلش أفراقيا أو ما بنوصلش كاس عالم أو منتخبات النشئين وحشة أو ما بتوصلش البطولات يعني إيه اللي هيحصل محدش بيتكلم في الإعلام طيب خيا ناخد